اكد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية الصحافة في إثراء حياة الشعوب والوعي بالمعرفة وقال إن الصحافة بما لها من قوة تأثير في توجيه الرأي العام تقع عليها مسؤولية كبيرة في تحفيز الطاقات للمشاركة في صناعة الحاضر والمستقبل وجدد سموه التأكيد على أن الصحافة تشكل عنصرا مساندا لكل قضايا المجتمع لدورها المتميز في استنهاض روح العمل وتبني رؤى تواكب العصر وتلبي متطلباته وشدد سموه على أن العالم في ظل الظروف الراهنة مع تفشي جائحة كورونا أحوج ما يكون للكلمة المسؤولة التي تصنع الأمل وتبث الطمأنينة في النفوس وقال سموه إنه بالأمل والعمل يمكن للبشرية أن تتجاوز كل التحديات وأشهد سموه بالدور الرائد الذي يقوم به رجال الصحافة والإعلام والكتاب في مملكة البحرين بشكل خاص والعالم أجمع بشكل عام في التوعية ومساندة جهود الكوادر الطبية والتمريضية في التصدي لهذه الجائحة وهو ما يعكس قيمة وأثر الرسالة النبيلة لمهنة الصحافة وقال سموه إن ما وصلت إليه الصحافة البحرينية من آفاق رحبة من الحرية والتميز جاء بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الذي يحرص على تعزيز حرية الصحافة والإعلام وتشجيعها بما يدعم جهود التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين تحت قيادة جلالته الحكيمة وأكد سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم الأحد المقبل ويقام هذا العام تحت شعار الصحافة من دون خوف أو محابا أكد أن احتفال هذا العام يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي أوجدتها جائحة كورونا التي أفرزت تحديات كبيرة على المستوى العالمي ونوه سموه إلى أن هذه الجائحة والتجربة الإنسانية القاسية أوجدت واقعا جديدا على المستوى الإنساني الشامل كما أوجدت مستوى من الخبرة سيكون لها أثر بالغ في إثراء الحياة مستقبلا في شتى أنواع المعرفة وأنماط الحياة وقال سموه إننا ننتهز هذه المناسبة لنحيي رجال الصحافة والإعلام والكتاب وتجديد التأكيد على أهمية الصحافة وضرورة الحفاظ على كل ما يضمن لها أداء رسالتها النبيلة في أجواء من الحرية والانفتاح الذي يعزز من دورها كأداة هامة في التعبير عن نبض المجتمعات والقضايا الإنسانية الكبرى وأعرب سموه عن اعتزاز مملكة البحرين بما لديها من كوادر صحفية وإعلامية استطاعت عبر عقود من الزمن أن ترسي مقومات مدرسة صحفية بحرينية خالصة تعبر عن الهوية البحرينية الأصيلة وتدعم تماسك المجتمع والوحدة الوطنية وأشهد سموه بما يقدمه الصحفيون البحرينيون والكتاب من أداء وطني مشهود في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن وتصديهم بكل أمانة وإخلاص لكل من يسعى إلى النيل من أمن الوطن واستقراره وأكد سموه ثقته ثقة المجتمع البحريني في دور الصحافة كعنصر مساند لجهود الدولة التنموية وحرص الحكومة على التجاوب السريع والبناء مع كل ما تطرحه الصحافة من قضايا وموضوعات تهم الوطن والمواطن وأعرب سموه عن تقديره للإسهام المتميز الذي تقوم به جمعية الصحفيين البحرينية وما تبذله من جهد في سبيل تعزيز مكانة الصحافة والحفاظ على حقوق الصحفيين بما يساعدهم على تحقيق مزيد من الإبدع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر